بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية لمدة شهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات، استنكر ناشطون سياسيون من تيارات مختلفة ومن مؤسسات المجتمع المدني والشباب والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والجمعيات هذا القرار، ودعوا إلى حراك شعبي وتظاهرات رافضة للتأجيل يوم الجمعة. التظاهرة التي تحمل اسم جمعة الخلاص تصادف الموعد السابق للانتخابات، وتستهدف دعم إجراء الانتخابات في موعدها، ورفض أي خارطة طريق جديدة أو بديلة بحسب القائمين عليها. الناشطون طالبوا في بيان بإسقاط كافة المؤسسات السياسية القائمة حاليا، بحيث يقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته المفوضية. كما شددوا على ضرورة الالتزام بالتاريخ المقترح من قبل المفوضية وهو الرابع والعشرون من الشهر المقبل، ومحسبة كل المعرقلين للعملية الانتخابية دوليا، وتحميل المسؤولية للأمم المتحدة في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي. وعلى ذات النحو، أصدرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات التي تضم 12 حزبا وتجمعا سياسيا بيانا الخميس، دعا إلى التظاهر رفضا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي. التنسيقية استنكرت الإشارات الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة، واصفة إياها بغير المطمئنة، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمرا واقعا لا محالة، مما يهدد بفراغ سياسي يبقي على الأجسام السياسية القائمة اليوم، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. من جانبه قال تحالف القوى الوطنية في بيان إن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، مشددا على أهمية إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، توفر لها كافة الظروف والشروط السياسية والقانونية والأمنية والتقنية.